خسائر أمريكية بشرية كبيرة ولا تغيير في خطط الإجلاء من أفغانستان 12 جندياً أمريكياً على الأقل سقطوا في تفجيرين انتحاريين قرب مطار كابل فضلاً عن إصابة عدد كبير وهذه أول خسائر في صفوف القوات الأمريكية في أفغانستان منذ فبراير عام 2020 ووقع التفجيران في توقيت شبه متزامن قرب البوابة الشمالية للمطار قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينث مكنزي قال إن التفجيرين نفذهما تنظيم داعش وشدد على أن الهجوم لن يوقف عملية إجلاء الرعاية الأمريكيين اليوم نحن نرى مدى خطورة هذه المهمة في أفغانستان وتنظيم داعش لن يثنينا عن إكمال مهمتنا وأؤكد لكم هذا نحن نواجه هذه الأخطار مع حلفائنا وشركائنا وأصدقائنا ونقدر خدمات كل من يعمل لإتمام هذه العملية وكشف مكنزي عن أن الولايات المتحدة ستعزز إجراءات التأمين حول المطار لمنع تكرار هذه الهجمات نقيم التهديدات المحتملة وهي عالية خصوصا من قبل الإرهابيين الذين يستخدمون المركبات المفخخة نقشنا هذه القضايا مع طالبان لدينا طائرات مسيرة وأنظمة رصد دقيقة نستخدمها من أجل تأمين المطار ولمعرفة ما يجري في محيطه وأعلن تنظيم داعش في بيان مسؤوليته عن التفجيرين وهذا أول هجوم كبير للتنظيم في أفغانستان ووقع التفجيران عقب تحذيرات من هجمات وشيكة وهي التحذيرات التي أدت لتعليق دول عدة لعمليات إجلاء رعاياها من مطار كابل وتسابق الولايات المتحدة ودول غربية أخرى الزمن لإتمام عملية الإجلاء لرعاياها من أفغانستان بنهاية الشهر الحالي وسط ظروف أمنية ولوجستية معقدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر